أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة وقدر لنا أعمارا وآجالا وأحوالا ثم من سنة الله سبحانه وتعالى ومما قضاه الله وقدره أن الإنسان لابد أن يبتلى لابد من الابتلاء لن يعيش الإنسان حياة هادئة سعيدة من أول ولادته إلى أن يموت هذا غير موجود ولن يتحقق لأي شخص بل لابد أن يبتلى الإنسان ما معنى الابتلاء؟ الابتلاء معناه الاختبار فخلق الإنسان وتكليفه بالعبادة إن هذا في حد ذاته اختبار هل الإنسان سينجح في هذا الاختبار أم ماذا سيفعل؟ الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ لابد أن تختبر أيها المشاهد الكريم لابد أن يختبر كل إنسان ثم إما أن ينجح الإنسان في الاختبار أو لا النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا ويخبرنا أن ما يصل إلى الإنسان من عطاء أو يسلب من الإنسان من منع كل هذا ليس دليلا على رضى الله سبحانه وتعالى على الإنسان أو عدم رضى وإنما كل هذا اختبار وامتحان يفتح الله عز وجل عليك لتختبر هل تؤدي شكر هذه النعم وقد يمنع الله عز وجل عنك العطاء ليختبر صبرك هل تصبر على هذا السلب والمنع أم ماذا تفعل ثم في الحالتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن المؤمن الذي كلنا نبحث عن أن نكون من المؤمنين إن هذه سماته هذه علاماته عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير كيف هذا يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن المؤمن بين صبر وشكر صبر على المنع وشكر على العطاء في القرآن الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى مثالا للإنسان الذي يشكر إذا أنعم الله عليه ولا يشكر إذا سلب الشيء منه يعني إنسان في السراء يشكر وفي الضراء لا يصبر ولا يشكر ومن الناس من يعبد الله على حرف عبادة ليست لأن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة وإنما كأنها اختبار لله سبحانه وتعالى كأن العبد أو الإنسان يختبر الله وهذا شيء لا يصح ولا يليق بالإنسان الذي كلف بعبادة الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هذا الإنسان ليس مؤمنا المؤمن هو الذي يصبر على الضراء والذي يشكر في السراء الله سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن الكريم أن الإنسان الذي يبتلى والذي يصبر يصل إلى الفلاح في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي يعلم فيه سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقول يا غلام احفظ الله يحفظك كان من ضمن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الصبر على ما تكره فيه خير كثير وأن النصر مع الصبر إذن أيها المشاهد الكريم لابد أن تبتلى لابد أن تمتحن لابد أن تختبر فإن أصابتك سراء فاشكر الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم وإن أصابتك ضراء فاصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين وأن يجعلنا من الصابرين إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته